اهلا بحضراتكم من جديد بنتكلم على التغيرات المناخية بقالنا فترة كبيرة وشايفين كمان مشاركة مصر في جلاسينجو وشفنا كلمة الرئيس عبدالفتاح السيسي ومدى اهتمام القيادة السياسية في مصر والعالم كله بالتغيرات المناخية ده هيديك انطباع انه العالم كله بيتغير بسبب الموضوع ده فبالتالي هل انت هتقف يعني تتفرج هل انت هتستسلم ولا هتحاول تتكيف هتتكيف ازاي وايه اللي مفروض ان انت تعمله وللأسف انت بيصنفوك كدول نمية لسه ما عندكش امكانيات كتير زي دول اوروبا هتعمل ايه هتتصرف ازاي هتقف لا بالعكس احنا دايما شعب جصور شعب شجاع مقاتل حتى لو كان هذا القتال عشان تحافظ حتى على استقرار الطبيعة في التعامل معاك وتبعد شوية عن تأثرها السلبي وده فعلا اللي احنا بنحاول نعمله مؤسسات المجتمع المدني كمان الرعي الرسمي للمبادرة اللي هنتكلم عليها يا جامعة الازهر سعيدة جدا بالفكرة دي وانه في مليون شاب بعملي مبادرة للتكيف مع التغير المناخي هيعملوا ايه هيتكيفوا ازاي هيساعدوا بلدهم ازاي وما تنسوش يعني ده طبعا نوع من انواع الحب الخالص الشديد الوطنية طبعا عشان يقدروا يحافظوا على بلدهم من هذا التغير العنيف اللي حتى مع بلاد العالم مش بس مع مصر تعالوا نشوف تفاصيل كتير وانا تبحر اكتر ونبحث اكتر عن المبادرة الخاصة بمليون شاب ضد طبعا التغيرات المناخية للتكيف معيها واسمحوا لي اني ارحب بضيفي الاستاذ حساب الدين محمود الامين العام للمبادرة اهلا بيك فاندم اهلا بحضرتك اهلا بيك انا بس حييتك قبل الهواء ولازم احييك على الهواء لان انا بحب وبشجع وبمتن جدا لاي مواطن مصري بيحب بلده بصدق ولسه بنقول الحب افعال واقوال الاتنين فان انتوا تعملوا مبادرة زي دي وان حضرتك تترقص الموضوع ده معناه ان فيه حب خالص للبلد اديني بس فكرة الاول انت ليه فكرت في المبادرة وازاي شايف فعلا ان التغيرات المناخية معناها ممكن يبقى واضح جدا علينا مش بس في مصر على مستوى العالم وازاي بقى حتتكيف مع هذا الموضوع طيب بسم الله الرحمن الرحيم شكرا طبعا على الاستضافة الحقيقة مبادرة المليون شاب متطوع للتكيف المناخي هي مبادرة مجتمعية سعينا من خلالها على ان نحافظ على مستقبل دولتنا وشعبنا والشباب لانه النهاردة اذا نظرت حضرتك بعين واضحة جدا ليه التغيرات المناخية هتجد انها كارثة تواجه العالم هذه الكارثة احنا احنا اكثر الدول المتأثرة بيها دول جنوب العالم والدول النامية وقارة افريقيا وخلافها برغمه ودي معلومة يعني احب ان انا وضحها نحن اكثر الدول في العالم نقدر نقول ايه تقليلا في الانبعاثات الحرارية يعني احنا مش من الدول اللي هي اثرت سلبا في المناخ لكن انا اكثر الدول اللي هنتأثر بالمناخ فبالتالي هو ده الموقف والوضع ما علينا غير اننا نحدث تغيير في هذا الواقع باننا نكون اصدقاء للبيئة ونكون مشاركين في حركة التكيف المناخ طبعا ده يحصل ازاي ده يحصل ببناء الوعي وتعزيز قدرات الشباب نحو هذا الهدف وتحقيقه بالتأكيد خلينا اقولك انه كل ما حدث من هذه المتغيرات كان سببها الانسان سواء الانسان على المستوى الفردي او على مستوى مؤسسي او على مستوى صناعي وخلاف ولكن في النهاية كان سبب التغيرات دي الانسان فالنهار ده اللي هيقدر انه هو يعيد المناخ الى طبيعته ويحافظ على الشكل اللي ممكن يعيش في الانسان وانه تكون الاجيال القادمة يعني بتعيش زي الاجيال الحالية هيكون برضو الانسان مش حد تاني فبالتالي ده هيحصل بالوعي احنا شعبنا محتاجين النهار ده جنبا الى جنب مع القيادة السياسية يكونوا فاهمين ايه اللي احنا بنتحرك فيه يعني النهار ده رئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الاخيرة للأمم المتحدة سيادته حضر جلسة مع قادة العالم تحدث عن المناخ وطالب سيادته الأمين العام لأمم المتحدة بانه يصطريف مؤتمر المناخ 27 في مصد هنا سنة 20-22 وطبعا سيادته حضر المؤتمر الأخير اللي هو مؤتمر الأطراف المناخية 26 فالنهار ده لا يمكن انه يكون المجتمع مش على درية بالقضية فدي مسؤولية المجتمع المدني النهار ده المجتمع المدني نحن نسير خلف القيادة السياسية في تحقيق هذا الهدف الوطني وهناك كان يعني بتأكيد حضرك ذكرت الجزئية ديت وهي خطاب السيد الرئيس تكلم على جزئية كان أول مرة تطرح في هذه الكلمة وهي الاستراتيجية الوطنية للمناخ ودي لسه أعتقد أنها هتطرح في المجتمع على أساس أنه الدولة تسير في تحقيقها كحكومة وبالتالي إحنا كمجتمع مدني دورنا أن إحنا نتشارك مع الحكومة في تحقيق هذا الهدف طبعا كان من ضمن أهم أسئلتي إزاي جمعتوا المبادرة حتى ده كان خارج الهواء لأنه بيلفت نظر الرقم يعني رقم مليون شخص ده رقم كبير جمعتهم إزاي المبادرات بقى أو الفكرة أن كانت الناس بتبادر فعلا بالالتحق بالمبادرة دي وقل لي أخبار الشباب معاك إيه وإزاي فعلا إحنا عندنا يمكن أكتر من 60% من المجتمع المصري من التقاط الشابة صحيح 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 فاستفدتوا من ده إزاي وخصوصا أن دي استفادة بناءة وإيجابية جدا جدا هو فيه جزئية أولا نوعية القضية وحتمية مصير القضية إحنا شعب واعي جدا فالنهار ده لما الشاب المصري لقيني بتكلم عن قضية حيوية جدا ومؤثرة هيتفاعل معايا على عكس إنه أكون بتكلم عن قضية مزات اهتمام مشترك بيني وما بينه فبالتالي هيكون مش مهتم يعني ده رقم واحد رقم اتنين هي الشاركة مع باقي منظمات المجتمع المدر لأن الهدف مشترك إحنا عايزين حق هدف ليس شخصي إحنا عايزين بلدنا تكون بخير ومستقبلها يكون أفضل فبالتالي إحنا عايزين تكاتف الجميع ده رقم اتنين رقم تلاتة الجماعات النهار ده لما خطبنا الجماعات وجدنا إنه فيه ترحيب كبير جدا على مستوى مثلا جامعة الأزهر هي الرعي الرسمي للمبادرة بكافة كلياتها بفروحها لخارج مصر طبعا فده أحدث شيء من الصدر الكبير جدا للمبادرة وبالتالي تم استضافتنا وتحدثنا عن المبادرة في قطاع كبير جدا من الشباب في كليات مختلفة فاهتموا وشاركوا وكانوا على درجة كبيرة جدا من الوعي والاهتمام إنهم يكونوا جزء من المبادرة رقم اتنين ثقة للشخصيات الموجودة من قيادات وطنية ومن شخصيات علمية وأصحاب خبرات في هذا المجال وخلافهم فبالتالي هذا الجانب ولما وجدوا يعني العضاء في المبادرة لما وجدوا القيادة السياسية بتتكلم في هذا الملف وهذه القضية التمسوا مدى قيمة القضية وإنهم جزء كبير منها فهذا كان سبب كبير جدا في الانضمام وطبعا جزئية إنه يصلوا لعدل المليون طبعا نحن لسا ما وصلناش لعدل دا ولكن في خطة لده وهي خطة يعني إن شاء الله نحققها بكل هدفها هي مثلا إحنا تعقضنا مع جمعة عين شمس كلية دراسات بيئية وهي كلية الوحيدة في مصر المتخصصة في الشأن البيئي إنه ندرب المؤسسين في المبادرة على جزئية التغيرات المناخية عن طريق جهة علمية ومتخصصة لماذا؟ على أساس أنهم ياخدوا سوق العلمي ويكونوا على دراية الموضوع على أساس أنهم ينقلوا لغيرهم بالشكل السليم يعني ما يبقاش مجرد أفكار أو عنوين ياخدوها أو مجرد اطلاع على القضية لا يكون في جانب علمي وبالتالي النهار دا لما يكون عندي أربع تلاف شاب أربع تلاف شاب مؤسس وده الهدف في الترجمة الموجود والأربع تلاف دول لو كل واحد فيهم عنده عشر جروبات مثلا على الواتساب في 250 عضو اللي هو عدد كل جروب أنت بتتكلمي في أربع تلاف في عشر 250 مليون فرد بالزبط فده طبعا خطة الموجودة وإحنا حاليا بنحشد له هذا التدريب ووقعنا الاتفاقية وبالفعل حاليا بنعد له الدفعة الأولى من التدريب للشباب المؤسسين أول ما تجتمعوا بالشباب وتدربوهم أكيد فيه أهداف معينة أنتوا حطيناها في دماغكم بناء عليها أقمت المبادرة نعم إيه هي أهم الأهداف دي وعشان تكون أهداف حقيقة وملموسة فعلا إحنا نحاول نبعد عن التأثير الفضيع وخصوصا ظاهرة الاحتباس الحراري وقدينا إحنا بنعاني خصوصا في فاصل الصيف ومش بس من أحساسنا بالحرارة ده وفي الشتقة بالزبط يعني إحنا السنة اللي فاتت كانت عصفتي بتنين وحاجات كده عمرنا مش شفناها صحيح صحيح فأقولي بقى أهم أهدافكم والناس هتعمل إيه عشان فعلا نحس إنه استفادة وأنا بحييكم كمان إن هي مش مجرد مبادرة أو اسم لأ ده أنا عارفة إنه كمان فيه أهداف يعني أنا عايزة حقق وعي جمعي هي المسألة في كده والنهاردة أنا ليه برضو السؤال حليك زفرتي ليه الشباب تحديدا لأنه الشباب والمرأة يعني الشباب العنصرين يعني هو أكثر حد فاعل في الأسرة أكثر حد ممكن يخلي الأسرة يعني واخد اتجاه معين يعني فلما ده يكون وعي الأسرة كلها تكون على وعي ده جانب الجانب الآخر هو الناس هتعمل إيه النهاردة من ضمن أسباب صعود الكربون في الجو هو الاستخدام الكسيف لوسال المواصلات والعربيات المختلفة يعني النهاردة لما يكون فيه أسرة لديها أكثر من عربية يكفي عربية واحدة لاستخدام والجميع يكون موجود في هذا الأمر الجانب آخر هو الصداقة مع البيئة النهاردة لازم الإنسان يكون فاهم أنه يكون حواليه مساحة خضرة ولو بسيطة لأنه في أفعال تقدر تقول أن هي يعني وجدناها يعني غير ملأمة مع بعض الناس وهي قطع الأشجار والتعامل الغير سليم مع البيئة فالنهاردة لو حفزنا على البيئة اللي موجودة ولأنه أعتقد في الاستراتيجية الوطنية هيكون فيه مساحات خضرة أكتر وشيء من هذا القبيل وبيوت كما تسمى صديق للبيئة فلازم الناس تكون وعي أنها تحفز على ده وأنها تكون جزء من ده والاستخدام طبعا السليم للطاقة بأنواعها المختلفة وممكن كمان الجزئية اللي هي كنا كلمنا فيها في المبادرة وهي إعادة تدوير المخالفات بالطرق الحديثة اللي كانت بعض الشباب في مصر هنا لديهم مبادرات فاعلة نرى لهم مشروعات مثلا ممكن يتم استخدامها بحيث أنها تكون أيضا صديق للبيئة فالنهاردة لماذا لا نستخدم الطاقات الطبعية زي طاقة الرياح وطاقة الشمس وطاقة المياه لماذا وصلنا إلى مستوى أننا نستخدم كل ما هو طاقة يعني غير طبعية صحيح وأحدثنا ما أحدث نهاردة يعني من ضمن الحاجات اللي عايزكوا برضو تستفيدوا منها ونعرف أن ده في عين الاعتبار هو فكرة أنه فعلا هم الشباب اللي بيتحدثوا بحال أو زي ما بيقولوا إيه بالحالة الاجتماعية اللي موجودة سواء كان فيه قلق من قضية معينة أو فيه اطمئنان هم اللي كمان بيساعدوا أنه يعني يسيطروا على شائعة المال لأن هم أكثر الناس استخداما للتواصل الاجتماعي ففكرة مثلا بعض الشائعات اللي ممكن تكون هدامة حتى للمعنويات زي مثلا يقولك إحنا عارفين أنه فيه ارتفاع لمنصوب البحر بس مثلا يعني المدن الساحلية زي اسكندرية ومطروح وأهل اسكندرية يعني ناحية الساحل الناس اتخدت من الكلام ويقولك اسكندرية هتغرق والمطروح هتغرق وحاجات كده خلال مش عارفة خمسين سنة زي ما يجي قالك 2012 نهاية العالم فبتعملوا بقى إيه أستاذ حسام في الموضوع ده وإزاي فعلا بتحاولوا توعه الشباب إنه يا جماعة أنتوا لا تكونوا العنصر المروج حتى لو كنت أنت بتشير عشان تنفي ما أنت لما تشير الناس هتقولك طب ما ممكن يحصل بزبط إحنا عندنا طبعا عناصر لنا في اسكندرية خلينا أقولك إنه همدينت اسكندرية مش في مصر بس طب دينت اسكندرية في أماكن كتيرة يعني اللي سمع رئيس وزراء بريطانيا ما أخدش باله إلا من كلمة اسكندرية يعني مهتمش يعني الراجل تكلم في جوانب كتيرة ودي حتة أنا استندت عليها في حديثي لأن أنا عملت مداخلة كده وتكلمت في المساعدة قلت هو الناس ماهتمتش لكلام رئيس وزراء دولة من كبرى دول العالم الصناعية إلا الجزئية محافظة اسكندرية الراجل يتكلم في جوانب أخرى كتيرة يعني ودي جزئية كانت محتاجين نلتفت إليها إن إحنا نسمع كويس العالم بيقول إيه عشان نكون يعني إيه مواجبين فده جانب الجانب الآخر هو فيه خطر صحيح فيه خطر صحيح إنه ارتفاع درجة حرارة الجو اللي هي نتجة عن كل اللي احنا اتكلمنا عليه دوت من ارتفاع نسبة الكربون والغازات الدفيقة والاحتباس الحراري صنع شيء من زوابان الجليد وبالتالي ده على مستوى المحيطات والبحار فده عندنا البحار بترتفع ففيه خطر على المدن السحلية في العالم كله طيب إحنا عملنا إيه أنا أؤكد لك إن لدينا وزارات في مصر قامت بدور فعال جدا في المسألة دي زي وزارة الموارد البقية مثلا وزاي ولكن ده لم يوصل إعلامان بالشكل الكافي طيب الناس إحنا بنوعيها وبنتكلم إنه يا جماعة إحنا علشان نحافظ على نفسنا من إنه ما نوصلش للمرحلة دي لازم إحنا نبدأ بنفسنا ولازم إحنا نكون وعيين كده ففيه استجابة مش مفيش ولكن هي مسألة القلق لأنه الجميع من قادة العالم في مؤتمر المناخ الأخير يعني كانوا خطباتهم فيها الشيء من الحدة في جزئية إنه الخطر أصبح ملح وأصبح يعني التعامل مع درورة ملحة وليس الترفيه وليس من شأن حد إنه هو يتنازل عن درورة يعني فطبعا إحنا بنتكلم مع الناس نقولهم يا جماعة طبعا ده يعني ما نعتقدش إنه هيحصل يعني ما دمنا بنحافظ على البيئة أو ما دمنا يعني مواجبين للأحداث وده طبعا فيه نسبة كول لي كبيرة أكيد وأنا مع فكرة اللي هو يعني أخذ الإجراءات الاحترازية ما قبل الكارثة بس مش مع فكرة إنه نرود بكي إن الكارثة دي هتحصل لقدر الله حقيقة قلت نقطة مهمة برضو عجبتني هو فكرة الاهتمام بالوعي طيب إحنا هنوعي إزاي لو ما تكلمناش لو ما روجناش للموضوع عارفة إنكم مش مؤثرين أبدا في الاهتمام بوسائل التواصل الاجتماعي لكن تقييمك بقى للإعلام معيني ده توجه عام ده رئيس الدولة بنفسه ويحضر مؤتمراته مهتم جدا بموضوع التغير المناخ ولكن إحنا كأعلاميين علينا دور زي ما إحنا بنلقي الدور زي ما إحنا نحتاجين هردك شريك في اللي إحنا بنصنعه دراج طب بس تقييمك ده شايف يعني إحنا للأسف بنده ترندات وبنده فرص ومدخلات لحاجات لا تستحق الإهتمام في بعض الأحيان مش كل الناس بس أنا هجاوب على السؤال بسؤال يعني هل إحنا النهار ده هل إحنا النهار ده ورئيس دولتنا موجود في وسيارت وصل لأرض مصر للسلامة وموجود في قمة المناخ في جلاسكو كيف كان الاهتمام بالقضية من ناحة الإعلام المصري يعني في تقديري كان يعني متواضح عشان يعني نقول كلمة متوازنة متواضح الناس بتحب الإعلام المصري المصريين بيحبوا الإعلام بتاعهم وبيحبوا يتفرجوا على برامج بعينها فمن الطبيعي إنه الإعلام يتكلم مع الناس ويشرح لهم يعملوا إيه هم عارفين إن فيه كرسى هم عارفين إن فيه إشكالية لكن أنت مش محتاج إنك تقول الكرسى دي إيه قد ما أنت محتاج تقول نعمل إيه مع الكرسى دي نواجهها إزاي وأنا رأيي وقناعتي إن الحكومة فقط ليست هي وحدها القادرة على مواجهة هذا التحدي مش ممكن ولا أي حكومة في العالم لا حي لابد من التشبيك بين المجتمع المدني وما بين الحكومة وما بين الأفراد وما بين المؤسسات المعنية بما فيهم وعلى رأسهم الإعلام لأنه الإعلام قادر إنه يصل لكل بيت لكل أسرة لكل محيط فخلينا نقول يعني مبدئيا نحيي حضرتكم البرنامج على الاستضافة شكرا والمشاركة الإيجابية في ده ونحس باقي المدية في مصر والإعلام مؤسسة الحكومية والخاصة بأنها تهتم بالقضية دي علشان خاطر مصر يعني علشان خاطر مصر وإحنا كلنا لازم نكون بنسير مع الكادة السياسية في الأهداف الوطنية علشان نقدر نحقق أهداف الدولة المصرية أعتقد كده عشان طبعا نية خالصة لله سبحانه وتعالى في أنه ده عشان خاطر مصر وأن الناس محتاجة بجد كلها تفهم هي هتقوم بإيه هتعمل إيه إحنا بنقول للوعي يا جماعة وبنقول نتصدى وبنقول نكون أكثر وعياً ونساند الحكومة عشان بقى نبقى أكثر وضوحاً أستاذ حسام عايزة بحيك نقاط معينة كده تقول للمشاهد في جميع عن حق مصر مهما كان أنت شايف أن دورك بسيط لكن الدور البسيط ده ممكن فعلاً يفرق جداً بزرق قولي نقط بقى معينة شايف أنها مهمة جداً لازم كل مواطن يخلي باله منها عشان يتصدى لهذا التغير المناخي اللي ممكن يشبه أنه هو عنيف ببساطة يعني الإنسان اللي بيحب الزراع يعمل زراع ولو نباتات زينة ده مهم جداً لو حوالي زراع ما يحاولش أنه هو ينهيها لأنه ده بيحصل الإنسان اللي بيستخدم عادة السيارة من الممكن هو يستخدم وسائل المواصلات الأخرى ويحافظ على أنه ما يستخدمش السيارة باستمرار ده على المستوى الفردي على المستوى هنكمل في دي ونقول المخلفات المخلفات يعني دي طمّة كبرى يعني فيه أفكار كويسة وإحنا هنترح ده في المبادرة وهي إعادة تدرير المخلفات دي بطريقة حديثة وممكنة وفاعلة فده هنترحه برضو من خلال المبادرة كشباب بتتعامل مع شباب فده جوز إيه مهمة جداً أنه الإنسان ببساطة يحس في ذاته أنه هو صديق للبيئة يتعامل بشكل بيئي مع محيطه ده هو ببساطة هيشعر أنه بيعيش حياة نقية حياة فيها رفاهية الهواء والاستمتاع بالحياة يعني فده طبعاً جانب مهم على المستوى الفردي ويساعد ويساعد الدولة في تحقيق أهدافها في هذا الإطلاق أهدف واضحة أهدف صريحة وموضوع بسيط لو كلنا قمنا به أكيد هبقى ممتنة لكل واحد فعلاً قام بدوره حتى لو دور بسيط جداً سريعاً أستاذ حسام موضوع يعني جامعة الأظهر من الجامعات العريقة المحترمة الوقورة اللي مهما عاتكلمت زقيمة علمية عالية وأخلاقية وأدبية بيعجبني أنهما بيهتموا بكل التفاصيل مش بس الناحية التعليمية سريعاً إزاي كانت هي الرعي الرسمي وإزاي ساعدتكوا في المبادرة خاطبناها وأجابت بالموافقة بإيجابية جداً كنا فخورين بدأ الأبعد حدود رقم اتنين دعونا لعقد ندوات داخل الجامعة استضفونا عملنا أكتر من ندوة الشباب هناك فاعل جداً ومميز تفاعل جداً مع المبادرة وكان ده بالنسبة لنا حافز للاستمرار في أن نقدم مبادرته وبالمناسبة هيكون التدشين العام للمبادرة في مؤتمر الأزهر العالمي اللي هو مؤتمر جماعة الأزهر العالمي إن شاء الله في نهاية نوفمبر الحالي هاي أنا كمان عايز أركز على فكرة أي حاجة عشان تنجح هي لازم لها تمويل وعلى فكرة يعني أنا في أكتر من مبادرة اتشرفت إن أنا التقيت بأصحاب الأفكار البديعة دي وبقول اتشرفت لأن أنا بمتنى لأي حد بيفكر وبيتحرك مش بيستسلم تأكيد تأكيد بالإضافة إن معظم المبادرات بتكون بجهود ذاتية فأقول لي أخبار الناحية التامولية اللي ممكن تكون أساس في حاجات كتير زي مثلا إن أنتوا عايزين تعملوا دعاية للمبادرة عشان الناس تنضمت تشارك حتى بعض الجهات اللي هتدي دورات ممكن تكون بتاخد مقابل فأي الأخبار؟ الجهود برضو ذاتية ولكن إزاي؟ إزاي؟ إحنا لما بنيجي نستخدم ميديا بنستخدم كل وسائل متاحة عندنا برقم واحد تفاعل الأعضاء مع الرسومات اللي هي ممكن تكون معمولة على الفيسبوك أحدث نوع من أنواع الانتشار والإفادة والتوسع الجهات اللي هي بنعمل معها دورات زي مثلا قلنا جامعة الأزهر أو المكتبات الكبرى كل ده بيتم ترحلينا مجانا فبالتالي إحنا مش بنبقى محتاجين إحنا ندفع الرسوم دورات التدريبية جامعة عين شمس هي طلبت أنه يكون فيه رسوم وقعت ده لأن ده بند حكومي بحت في الجامعة وده بيكون دفع للطالب اللي هو هيلطحك أو الشخص اللي هو هيلطحك عن طريق الكلية يعني تعامل الشخص عن طريق الكلية المبادرة طرحت الفكرة وجامعة أو جابت طرف الجامعة والطرف اللي هو الشخص اللي هو هيتعلم وبالتالي اللي عنده كدرة بيقدر أنه هو يقدم وياخد دورة دي هو مبلغ بسيط صغير يعني طيب عندنا ناس ما عندهاش الكدرة دي هنعمل إيه اللي اتدرب هنا هيدرب التاني هيل جدا أنا ممتنة وبشكرك ونفسي المبادرة تبقى مش بس مليون تبقى ميت مليون مصري سعيدة جدا وفخورة أنه في بلدنا ناس أمينة ناس صدقة كده في حبها بشكرك شكرا جزيلا أنا الأستاذ حسام الدين محمود الأمين العام اللي مبادرة المليون شاب لطبعا التغلب على التغيرات المناخية أنا بشكرك شكرا جزيلا شكرا لك وبشكر كل حد من قلبه بيساعد بلده وبشكر كل حد بيعمل دوره حتى لو كان هو شايف أنه هو دور بسيط لكن دورك ده بيأثر جدا دورك ده بتثبت بيه أنك بتحب بلدك بتثبت بيه أنك مواطن مخلص في الحب ده كلنا بنحمل الجنسية المصرية ولكن مين الصبح بيقول أنا ممتن لهذه الجنسية أنا ليه دور أنا ليه واجب لازم أقوم بيه بشكرك من قلب كل إنسان وكل هيئة وكل مؤسسة شاركة في الموضوع ده ويا رب إن شاء الله دايما إيدينا في إيديهم بعد عشان نقدر نتصدى لأي ظاهرة أيا كانت بشكركوا على حسن متابعة هذه الفقرة وبكل حب وبكل السعادة وبكل الأمل والتفاقل بختم الفقرة دي زي ما احنا بنقول إنه بكرة إن شاء الله عيد الحب وأحلى حاجة أنه عيد الحب المصري الخاص بينا إحنا فبكل الحب طبعا وبحبنا لبلدنا قدمنا حضراتكم فقرات أتمنى إن شاء الله أنها تكون مفيدة بالنسبة لحضراتكم لسه حبنا ما خلصش النهاردة لمصر والبلدنا حتى لو كان في العناية بالنباتات وتحديلنا النباتات الزينا لسه مكملين هنرجع على طول مع زملتي جميلة دينا هاني بعد الفاصل استنواها ترجمة نانسي قنقر